هنا بفكر ده في شبه التلاعب في اتخاذ القرار اللي اخبر من كده واللي خليني لازم اتمسك بهذه القضية وفي هذه النقطة لما حصل تصويت يوم 23 اربعة والخبر اتصرب لنا هنا الحمد لله كان لي الحق اللي انا اقدر اعلم من دلوقتي ان الصبق في هذا الخبر كان من خلالي يوم 28 اربعة ان انا قلت وقتها ان نيجيريا تم الاتفاق على نهاية تنظم كأس الكنفدرالية والمغرب هتنظم نهاية دورة ابطالة افريقيا يوم 28 اربعة محدش في المغرب كان كتب الخبر ده ولا كان يعرف عنه اي حاجة ليه؟ لان في بعض الشخصيات اللي جواه الكاف مستغربة ازاي اسم التنظيم لدولة للعام التاني على التوالي نهاية دورة ابطالة افريقيا فالمعالمات التانية هتتتصرب لان الناس جواه الكاف مستغربة ازاي يا جماعة دولة تنظم لتساني تاني على التوالي ورئيس الكاف نفسه كان مستغرب وكان معترض وكان عايز السنغال لكن عموما هروح معاكم للقرار لما طلع او التسريب المعلومة لما طلعت ان هي المغرب هتنظم والكلام ده نشرته يوم 28 ابريل وكله موسق بتاريخ الاعلام المغربي طلق الخبر ورد فعله كان ايه؟ طبعا محدش بيتابع ومحدش واخد بالو من اللي بيحصل من 28 اربعة لغاية لما اتخذ القرار يوم 9 مايو بس انا هزبط لكم دلوقتي على الشاشة اللي تم من 28 ابريل لما انا قلت ان المغرب خدت تنظيم نهائي دورة ابطال افريقيا في توقيت غير قانوني وقرار غريب جدا ومش من حقها هتنظم لكن التصويت كان ليها الاعلام المغربي كان رد فيه له ايه؟ بصوا بقى يوم 28 اربعة موقع البطولة هيطورت دلوقتي على الشاشة اللقطات او سكرينشوت من المواقع المغربية اللي ردت على هذا الخبر اللي هنا في مصر كتبناه يوم 28 اربعة موقع البطولة كتب السنغال الاقرب لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا واقامته في دنور في نسختين متتاليتين امر مستبعد موقع البطولة المغربي اكبر المواقع المغربية كان بيرد علينا بيقول لنا لا ده السنغال الاقرب للاستضافة واقامته في المغرب نسختين متتاليتين امر مستبعد شوفوا بقى هنا الناس بتتعامل ازاي مع المعلومة لما بتطلع انت بتنفرد بمعلومة مهمة عشان الصالح العام للرياضة المصرية وللنادي الاهلي لكن بره عارف لما انت خدت المعلومة هتبوز له كل الترتيبات فرد عليك رد عليك قالك لا 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 ازاي هنظم بطولة في نسختين متتاليتين ده السنغال هي اقرب يا سلام طيب بعدها نشرت خبر ان الرئيس الاتحاد الافريقي مستاء من فكرة ان النظم الحدث سنتين وراء بعض في المغرب ففوت فوزي لاججا وفوت اوجستين سينجور في المكتب التنفيذ وقال لهم اقعدوا مع بعض يكون في توفق لازم السنغال هي التنظر لو اجستين سينجور اقنع فوزي لاججا يبقى المطش في السنغال يا جماعة والتفانة اتفانة اتفانة طيب موقع المنتخب المغربي موقع صحيفة المنتخب المغربية يوم خمسة مايو دمكوا على الشاشة هو بالتاريخ واليوم والساعة لاججا يختار ملعب نهائي عزبة الابطال لاججا يختار ملعب نهائي عزبة الابطال اذا كان فيه تفويض وكان فوزي لاججا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والافريقي ورئيس الاتحاد المغربي اللي مقدم الملعب كان بينائش اختيار الملعب نهائي عزبة الابطال اللي هو هيتلعب فيه مركب محمد الخامس شوفوا تسلسل الاحداث كان ماشي ازاي عشان تعرفوا ان القرار لما طلع كان فيه شبه التلاعب بلاش تاخدونا لتفاصيل تانية ملاش لازمة هتخاني مع اتحاد الكورة واتحاد الكورة ازاي ما اتكلمش وازاي ما اختارش وازاي اصدس جمال علامي يعمل كده سبكوا يا جماعة من التفاصيل دي خليكوا في الكارسة التانية ان القرار تلع في وقت غير قانوني اساسا طيب يوم خمسة خمسة موقع البطولة برضو بيأكد وبيرد علينا وبيقول مصدر بالكاف يوم خمسة خمسة السنغال الاقرب لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا بشكل شبه رسمي رغم الترشيحات التي صبت في صالح المغرب تاني نقرأ العنوان يوم خمسة خمسة موقع البطولة المغربي بيقول ايه مصدر بالكاف السنغال الاقرب لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا بشكل رسمي رغم الترشيحات التي صبت في صالح المغرب اذا محدش يطلع يقولي المغرب هي اللي قالت انها هتنظم لا في اللقطة دي تحديدا الاعلام المغربي ما كانش حريس ان يقلن هذا الخبر ليه لان انت هتبوز الترتيبات وهو لما تطلع تقول يوم 23 اربعة تم التصويت والمغرب نظمت الناس كلها هتقولك ازاي يحصل كده ده المفروض القرار يكون بدري عن كده فبالتالي لو ما كانش اتنشر الخبر ان المغرب اتنظم كان ممكن بقى الكاف او الاعلام في المغرب واحنا هنا الحمد لله ناس كتيرة بتحب تاخد منبرة ما بتحبش ان هي تشتغل وتجيب معلومة فيقولك ايه هو بقى يجيلك الخبر منبرة كده المكتب التنفيذي انعاقت في اول ابريل وقرر بعد التصويت او ايا كان الصيغة لايكتبوها المغرب اتنظم فانت بالتالي ما عندكش معلومة فخلاص مش عايز اقولها بالمعنى البلدي واكيد هيترد علينا النهاردة في المغرب على فكرة الناس ينجب تبعينا وعارفة ايه اللي بيتقال كويس من عندنا وهيكون فيه رد على اللي احنا بنقول لكن انا ذكرت كل حاجة بالتواريخ وبالصور زي ما انتم شايفين فبالتالي احنا قلنا 28 ابريل المغرب هتنظم وقلنا ده بناء على اجتماع تامي و23 ابريل وده توقيت غير قانوني بعد معرفة اطراف المربع الزهبي وترد علينا من الاعلام المغريبي لا ده سلغال هتنظم معقولة المغرب تنظم بطلتين في سنتين وراء بعض مش معقولة يعني طيب ايه اللي حصل خلاص الموقف بقى واضح وبقت القصة واضحة لكل الناس واصبح الكلام لازم يتقال اصل السنغال انسحبت وهيطلع يقولك تصويت مش مبلوعة للتوقيت اللي تم فيه التصويت غلط لا السنغال انسحبت فما فيش غير المغرب المغرب هتنظم ممكن تركزه في القضية دي كده في الحتة دي بس محدش يخدنا لسكة اتحاد الكورة والبعض يقولك ازاي والد العطار ما يقولش وازاي اتحاد الكورة ما ينظمش خلالنا نركز في القضية الاساسية هي دي المشكلة انا حبيت النهاردة اكشف لكو كل شيء بالتواريخ وبالموعيد عشان الناس في مصر تبقى عارفة المشكلة جاية منين وجاية فين هما في المغرب ما كانوش حابين يقولوا ان المغرب هتنظم وينفردوا بالخبر لكن الحمد لله المعلومة جت لنا وانفردنا بيها وده الرد اللي جاننا منبرة ده الرد اللي جاننا منبرة وكان بيأكدوا اكتر من مرة ان السنغال هتنظم في اطار مرحلة التنويم المغناطيسي لانهم عارفين لما يكتبوا كده هناك هنا الاعلام هيشتغل وراهم يقول السنغال هتنظم مو بالفعل على فكرة حصل كده والسوشيال ميزا كلها تحركت بناء على الكتب برة وكل كان بيقول السنغال وانا من وقتها لم اسكر السنغال اطلاقا لانه كنت واثق ان المغرب هتنظم لان التصويت اللي تم كانت في توقيت غير قانوني وكل القرارات اللي تم اتخاذها كانت غير قانونية واكبر دليل على كده البيان اللي صدر يوم 9 خمسة لما قالك السنغال انسحبت المغرب اللي هتنظم وما كانش فيه ملفات تانية والغاية اللحظة دي ما تردش علينا جنوب افريقيا اعلنت يوم 11 مارس انها طلبة تنظيم وما تقالش الغاية اللحظة دي هي جنوب افريقيا ملفهاك استكمل ولا لأ انسحبت ولا لأ قدمت ولا لأ محدش رد علينا لان الامور كلها على بعضها فيها شبه التلاعب زي ما بأكد لكم ده صلب الموضوع ودي القضية وبلاش نتفرع في تفاصيل تانية طيب